طيب انت فيم في التدريب من دلوقتي؟ دلوقتي بعد منتخب مصري يعني لسه ما فيش حاجة ده لك كم سنة؟ لا يعني انا قعدت في الندل يلي سنتين ونص ومنتخب مصري سنتين ونص اه انا بقالي من شهر التسعة اللي فات بس سهل من المنتخب هل اللي بيبعد عن التدريب شوية بينسى ولا بتذاكر؟ لا طبعا يعني الموضوع لازم يبقى انت عندك قابلية للتطور لازم تتعلم لازم تتطور نفسه اه وانت شغال او انت مشغال انت بتدور ان انت تطور من نفسه فالمرحلة دي انا واخدها مرحلة دراسات تكملية بالنسبة لكل اللي فات ويعني ان شاء الله يكون في حاجة قريب يعني لعبت في الألمونيوم بعد كده روحت لعبت في الإسماعيلي بعدين جيت النادي الأهلي رجعت تاني للإسماعيلي وضيتلي نادي الزمالك وتلقت لتركيا ورجعت من تركيا على النادي الأهلي ايه اللي انت استفدته من نادي الأهلي؟ استفدت حاجات كتير زي قولينا مجرد اول حاجة ارتباط اسمي بان يتقال لعب الأهلي السابق نا ده شرف كبير رجلية يعني انا انا اما الناس تشوفني في الشارع حتى وتقول سيد معوض لعب الأهلي فدي الوحدة شرف كبير النقطة التانية ان انت تعلمت حاجات كتير جدا في حياتك عامتا ان انت عندك هدف من أول يوم ان انت عاوز توصله اه يعني حتة البطولات جوه الأهلي دي يعني ان انت معندكش تشبع او ان انت مرحلة وتعدي ان انت بتجدد التموح كل يوم يعني انت احنا وصلنا خبتم في مرحلة ان انت بتاخد بطولة أفريقيا بتروح تنام ترجع تاني ومع التمرين عادي يعني الموضوع بقى طبيعي بزايل اه اه يعني الاهلي عودك ان البطولات ده الطبيعي ان انت تاخد بطولات الغير طبيعي ان انت تخسر بطولات مفيش عدنين حاجة اسمها التاني اه يعني هو ما بتحسبش يعني انت هاكدنك مش موجود انا دي اكيد في 6 سنين 14 بطولة 14 بطولة منهم 3 دوري ابطال افريقيا دي حاجات كلها